بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً للفرق بين الفائدتين التجارية والصحيحة وعرفنا إزاي لو المدة بالأيام نجيب الفرق ونجيب النسبة في حالة السنة البسيطة والسنة الكبيسة هي علاقات بسيطة ممكن تتحفظ وخدنا مثال بسيط جداً مباشر المرة اللي فاتت والمرة دي نكمل الأمثلة عشان نعرف إزاي نجيب الفرق بين الفائدتين طيب من الأمثلة اللي موجودة عندنا في الكتاب المقرر مثال صفحة 52 نركز بس عشان دايماً المسائل الكلامية بيبقى فيها خدع في الألفاظ بقولي إزاي كان الفرق بين الفائدتين التجارية والصحيحة لمبلغ 150 ألف ريال ده مش الفرق ده المبلغ رمز المبلغ إيه خلي بقى أكم الخدعة دي استثمر المبلغ ده بالفائدة لمدة قدل إن أو الديز بتاعة 235 سنة ألفين وكام وتسعة اللي هي أكيد سنة بسيطة لو أسمتها الأربعة هعرف هو مين ده هو ده؟ هو ده عائد على الفائدتين الفرق بين الفائدتين يعني حالك لازل تبقى شاطر في النحو بقى واللغة العربية يعني هو مفروض يقولي إذا كان الفرق بين الفائدتين التجارية والصحيحة هو 150 لمبلغ لكن هو بيخدعني هنا بالألفاظ بحيث أن أنا أركز وأنا بترجم الموضوع هو عايز إيه بقى؟ عايز الاي او اللي هي التجارية عايز الاي اي اللي هي الصحيحة عايز معدل الاستثمار هنا طالب شوية حاجات أكتر من المرة اللي فاتت شوية طيب إحنا عارفين إن سنة 2009 دي سنة بسيطة المعلومات لازم أكتبها قدام عيني عشان عارف أكتب القانون الفرق بين الفائدتين 150 الان 235 المبلغ المستثمر 150 ألف طيب لازمتهم إيه دول هنعرف دلوقتي طيب هو قدلاتي قال لي السنة بسيطة ومديني الفرق بين الفائدتين 150 طيب قانون السنة البسيطة في الفرق ايه؟ ايه؟ ده حفظه زي ما اتفقنا إيه اللي معلوم عندي الفرق ب150 نحط ال150 بتسوي واحد على 73 واحد عتوسر لأننا هنا عايزة أجيب إيه يا شباب عايزة أجيب الفائدة التجارية يبقى واحد عتوسر 70 ضرب الفائدة التجارية أروح ضرب بالمئة وخمسين في التلاتة وسبعين ووسطين في طرفين تديني عشرة تلاف تسعمية وخمسين طب لو أنا عايزة أجيبه الفائدة الصحيحة القانون ده هيتغير؟ آه هيتغير بس كده وبالمثل لو أنت جبت الفرق بين الفائدتين اللي هو المئة وخمسين وقلت بقى واحد على 72 مش 73 لا 72 بقى اتغيرت عشان هتضربها المرة دي في ايه؟ في الفائدة الصحيحة يبقى نقول بقى 151 على 72 في الفائدة الصحيحة أضرب دي في دي يبقى لو عايز الفائدة التجارية أضرب في 73 ده في أي مسألة؟ يبقى لو عايز فائدة تجارية هضرب الفرق في 73 لو عايز الصحيحة اضرب الفرق في 72 طب سابتة دي دكتور تامر؟ آه سابتة ما بتتغيرش؟ لا والله ما بتتغير بسيطة تتغير بس لو السنة كبيسة لما نشوف قوانين السنة الكبيسة هنعرف طيب يبقى ضربت المية 152 جبت مقدار الفائدة الصحيحة كده هو كان طالب 3 حاجات الفائدة التجارية جبناها الصحيحة جبناها كده فضل معدل لست سمار الله طب المعدل ده جيبه ازاي؟ مش انا عندي الفائدة عموما ان القانون العام بتاعها مبلغ في معدل في مدة طب انا عندي فائدة سواء التجارية والصحيحة موجودة المبلغ موجود المدة موجودة الوجهول الوحيد اللي انا حطيت عليه مربع ده وهو الآي فانا بقولك ايه؟ باستخدام اي من الفائدتين نحصل على الآي؟ برحتي خالص خش على الفائدة التجارية سيد عشان هي سهلة والناس بتحب تقسم على 360 فائدة التجارية بتقول ايه؟ مبلغ في معدل عالمية طب اسمت لها دكتورة عالمية لان اصلا كده كده المعدل بيطلع نسبة مقاوية فقسم عالمية واخلص بحيث ان الرقم اللي يطلعلي على الالف الآخر هحط جنبه نسبة مقاوية في ايه ايه او دي طبعا مش هتفرق الرموز زي ما اتفقنا ايه على 360 ايه المعلومات اللي عندي؟ احنا جبنا الفائدة التجارية هي بعشر تلف تسعمائة خمسين المبلغ للدهوني ده في اول المسألة 150 ألف جيه دوره هو ايه ما نعرفهاش مجهول على مية ودي 235 على 360 بحسبة بسيطة جدا الاي دي مجهولة طب فيه مقامين تحتهم دول يطلعوا برا واسطين في طرفين يتضربوا في ده او زي ما انت شايف 10 950 يبقى المقامات تضرب في اللي خارج والباقي اللي مع الاي ينزل تحت في المقام ده شغل جبري طبعا يبقى 235 في مية وخمسين الف تحت هخلص دي على الايها تطلع لي 11 و2 او حكا حاطت جنبها في المية بقى ده معدل الاستثمار ومن خلال المسألتين اللي خدناهم دول نقدر نعرف كويس قوي ازاي نتعامل مع الفايدة التجارية والفايدة الصحيحة وهي حاجات بسيطة وانا ما تعمقتش قوي في صعوبة الموضوع ده احنا خدنا الحاجات اللي تهمنا بس نقدر نتعامل بيها ولكن ما تعمقناش قوي في الموضوع لان بعد كده هتبقى المعادلات صعبة شوية لكن احنا بناخد الحاجة اللي ممكن تفيدنا او ممكن نقابلها واحنا نشغلين وان شاء الله نلتقي الفيديو القادم نكمل الفصل ده بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله